مشكلة جده يبدو أنها قد انتهت على خير وسلام وكيل أعماله نبيل أبو زيد مسألا وار يا نبيل شكرا وار يا كابتن أهلا بيك أهلا بيك يا كابتن إيه اللي حصل بقى أقول لي ما فيش أولا كابتن مجل طلبة كلمني مبارح وروح تقعد معهم من مواردة الساعة 11 وكان الكابتن هدي خشب موجود وكابتن عدل قطاعي وحضور جده وشام عبد الرب المحام بتاعه كويس وخلصنا الحمد لله ما فيش في خمس دقيقة يعني انتهى اتفأتوا على ايه قول لي اتفأتوا ان انا هاخد اول سنتين من تعاقدهم عن ندي أهلي وهتنزل عن ثلاث سنين الباقي طيب واتفأتوا ان هتاخدهم توقيتاتهم وكل حاجة اه هاخد مية وخمسين اه وخمسين في شهر واحد وفي شهر خمسة وفي شهر تسعة اوكي وطبعا انا تحت امر النبي الأهلي وتنزلت عن الباقي يا نبيل وتنزلت عن الباقي والله كالترخيرك يا نبيل وصراحة عن الناس كويسين جدا وانا ابدل نادي الأهلي وما بحبش المشاكل صحيح ولو ليه فيما بعد هاخده الحمد لله وبردك انا بشكر الصراحة كاتت ربايا سين عشان كنكلمني بردك في الموضوع ده وتكتم شبير وربنا يا رب بردك يكرم جد الفترة اللي جاية ويكرمني ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا نبيل ومبروك ان الامر انتهى الحمد لله على خير شكرا جزيلا اعتقد معنا سديد تقولولي اه او لا اه بتاع مندوب اه اه اه